اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ها 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 زي ما هتروحوا كلكم زي ما ان شاء الله هتركعوا كلكم اشتركوا في القناة على فيلم حربي وفي نفس الوقت هذا الفيلم الحربي بيضم تقريبا كل نجوم مصر كل نجوم مصر دي تساوي على طول ما بين قصين يعني كل نجوم الوطن العربي وهو ما فيش أنجم مننا معروفة يعني ودي حاجة من الحاجات اللي بتساعدنا وبتسعد كمان الأشقاء لكن فيلم حربي يعني تكلفة مهولة وكل نجوم مصر يعني برضو تكلفة مهولة طيب ما بين قصين بقى ثقي لين ده فيلم بيتكلم على عملية عسكرية ضربة جوية حاسمة قاسمة أتت كل أو قطفت كل الثمار اللي كان المفروض أنها تقطفها بل وزيادة وأنا سفرت ليبيا بعد الفيلم ده أبأسف مش بعد الفيلم بعد الضربة دي تقريبا بحوالي سنتين سفرت ليبيا في سنة 17 فبراير 2017 أتذكر جيدا كنت المسافرين كانوا صديقي العزيز إبراهيم جاد رئيس قناة ON TV حاليا وكان هو رئيس تحليل برنامج اللي أنا كنت بتشارب فإن أنا بقدمه على ON أنا داك ومحب صديقي العزيز وكان مديرا للتصوير في الطلعة دي فإحنا كنا وكان معنا عاصم كمان زميلنا العزيز وكان هو مدير إدارة الإنتاج الفني بالقناة فإحنا كنا تلاتة زائد واحد اسمه يوسف الحسيني سفرنا وأقدر أقولك أن إحنا سفرنا في المرحلة بتاعة تحرير بني غازي وقتها قابلنا لمشير خليفة حفتر وطبعا عملنا مع حوار كبير بس اللي كان بالنسبالي مبهر جدا هناك أو يعني مش مبهر بمعنى أن أنا معجب مبهر اللي أنا شفته لأن أنا شفت الحرب زي ما هي مجردة يعني القوات والفرق والكتائب بتاعة الجيش الليبي تحت قيادة المشير حفتر دول شفتوهم وطلق النار يعني إحنا كنا وقفين ويمكن حضراتكم من العصر هذه الأحداث سيتذكر جيدا الحلقات اللي عملناها بعد أو يعني اللي زعناها بعد ما رجعنا من ليبيا وضرب النار والمدافع والدباباء كل حاجة والنماذج بتاعة إخواتنا وأصدقائنا الليبيين في الجيش الليبي وشفت وأيضا أجريت مجموعة من الحوارات كان مع أمير سيرت مع مجموعة من عناصر داعش أمير سيرت اللي هو بتاع داعش يعني مجموعة من عناصر داعش مدير مالي حلوة مدير مالي بسواء كان مدير مالي مدير مالي في غتنظيم الدولة هناك في داعش قابلت أحد عناصر داعش المتخصصين متخصصين في الاغتيالات وكان بيغتال كبار ضباط الجيش الليبي كلام ده كان في فبراير سنة 2017 وكان من حظي الرائعة ولي كل الشرف الحقيقي أن أنا قضيت عيد ميلادي هناك ده فعلا يعني عرف أني تقضي عيد ميلادي هناك في وسط الحرب ده مش شيء وحش بالمناسبة لأنه ما تعرفش يعني بشكل أو بآخر أنا حاسدت أن أنا بخدم وطني وأنا ناكع فحتى دايما أحب أن أطلق عليها لما خدمت في ليبيا لمدة أسبوعين وكذا الحق كان قابلها في سوريا بالمناسبة لكن ليبيا كانت تجربة مش مؤلمة هي تجربة مخيفة جدا 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 والتجربة المؤلمة جدا كانت تجربة سوريا ودي هنبقى نحكي عليها لكن أنا أكلمك ده علشان فيلم السر لما رحنا هناك كمان زي ما بقولك كده وشفت أو قابلت الراجل اللي هو أحد المختصين بالاغتيالات وده اغتال تقريبا أكتر من 30 ظابط من كبار ضباط الجيش الليبي قبل الأحداث الليبي يعني كبار الضباط في وقت رحمة الله عليه الآخر العقيد معمر القزافي الله يرحمه وأنا بحبه بالمناسبة وقابلته يعني زمان الله يرحمه يا رب ألف رحمة ونور وشفت هذا الرجل الذي قام باغتيال زي ما بقولك أكتر من 30 ظابط من كبار ضباط الجيش الليبي الرجل ده تحديدا من اللي أنا قابلته ده دونا عن الكل والله 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 عارف كلمة غضب الله مخيم على وشه عارفين خيرة الشاطر شوف كان وشه عامل إزاي نزل عليه غضب ربنا كده شكله وحش شكله مش وحش بقى في الملامح خلقة ربنا شريفة هو شكله يغم منظره يغم يقفلك تحس إن انت باصص لشطان لإبليس الواد اللي إحنا قابلناه هناك في ليبيا ده هو نفس ذات العينة أنا بقولك الكلام ده علشان حقيقي أنا بقولك روح شوف فيلم السرب علشان تعرف مصر إيه مصر فين مصر قوتها عاملة إزاي مصر رجالتها في الجيش عاملين إزاي مصر رجالتها في السلاح الجوي عاملين إزاي مصر قدرتها عاملة إزاي مصر لو خدت قرار بتنفزه ما بتهزرش مصر بيقودها راجل عامل إزاي هذا الرجل صاحب قرار وقوي وجريء وذكي ويعرف جيداً متى يوجه الضربة ولا يستفز يعني حصلت الحادثة إياها زي ما حالكم عارفين إعدام لأهلينا المصرين هناك من قبل للأسف الشديد دواعش والرئيس ما بيتعاملش بأنه يسخن ويستفز لا قال أنا هجيب حق الولاد بس إمتى هنعرف هنعرف إمتى